موسيقى أهلاً بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا مفاتيح السعادة مفتاحنا النهاردة مفتاح الرضا أعز أرحب بكم معاكم محمد سلطان وبعتذر عن عدم وجود زميلة دكتورة سلوى متولي أعز أرحب بديوفي أستاذ محمد محمد عبرقوف باحث في الشؤون الإسلامية جامعة لازهر صديقنا وصديق البرنامج الأستاذ حسام محمود الشعر الجميل وصديق البرنامج وأنا بحضر للحلقة الحقيقة استوقفتني حكمة جميلة قوي بتتكلم عن موضوع الرضا ده الحكمة بتقول إيه؟ طبعاً إحنا نعتبرها رسالة من رسائل السعادة القدر حكمة لن يستوعبها الكل لذا اغمد عينيك وقل ربي اختل لي ما تراه خيراً لي واستوقفتني برضو شعر سيدنا علي رضي الله عنه الشعر بيقول الظهر أدبني واليأس أغناني والقوت أقنعني والصبر رباني وأحكمتني من الأيام تجربة حتى نهيت الذي كان ينهاني الرضا جماعة نعمة كبيرة جداً من عند ربنا ولو ربنا وهب لحد الرضا بالمكتوب والمقسوم منتهى لساعات هنبتدي النهاردة مع أستاذ محمد عبد الرؤوف وعايزين نسأله كيف نحقق الرضا بخضاء الله وخذره أستاذ محمد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أبطال صلاة والسلام وبعد يعني في البداية يعني كنت حابب يعني أقول للسادة المشاهدين اللي احنا في شهر عظيم اللي هو شهر رجب يعني ربنا بيعظم فيه الخير عشان هو شهر محرم يعني فعايزين نحي قلوبنا كده بالاستغفار وبذكر ربنا سبحانه وتعالى فاللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أمين يا رب اللهم أمين فيعني طيب موضوع إزاي أحقق الرضا بقضاء الله وقدره لازما أتكلم شوية عن الحمد حمد ربنا سبحانه وتعالى لأن الحمد معلق على قضاء ربنا والرضا بقضائه وقدره الحمد يعني الواحد ربنا يعني ربنا هو المستحق هو المستحق هو المستحق للحمد والسناء سبحانه وتعالى فهو المحمود على ما خلق وعلى ما رزق وعلى ما شرع وعلى ما وهب ونزع ومنع وأعطى المحمود في كل الأحوال على كل حال اللهم لك الحمد فالواحد لازما يعني يرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى طيب عشان الإنسان يعني يرضى بقضاء ربنا يعمل إيه؟ يعني لازما يكون الإنسان يعني متذكر نعم ربنا عليه يعني الواحد دايما على طول طب الدليل على الكلام ده قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم معافا في جسده عنده قوت يومه آمنا في سربه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافرية دايما نحمد ربنا على نعمة العفية نعمة الأمن والأمان واحنا الحمد لله يعني فيه لا نعمة الله كثيرة يعني الصحة والستر يعني نعمة الله كثيرة نحمد ربنا على نعمة الطعام والشراب ولأن شكرتم لأزيدنكم فكم ممن لا كافية له وكم ممن لا مأولة فالحمد لله اللهم لك الحمد يا رب إزاي نحقق موضوع الرضا بقضاء ربنا وقدره لازما نعرف كلنا إن الرضا بقضاء ربنا وقدره من أركان الإيمان ده من صلب عقيدتنا الإسلامية يعني ربنا بيقول لي ارضى بقضاء إزاي أكون مؤمن وأتسخط على قضاء ربنا سبحانه وتعالى ومن أكبر مظاهر حمد ربنا والثناء علي أن جعل الأسباب الموصلة لسعادة القلوب شرطا من شروط الإيمان معلش فاهم هاني دي يا مولانا يعني إيه؟ يعني إيه أسباب السعادة أسباب السعادة إلا أنا أرضى بالله وبرسوله وبدينه وبسننه الكونية وبالرضى بالقضاء والقدر لازم كده نستشعر مع بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي يعني تملأ قلوبنا رضا واطمئنانا وبشرا لأن الله هو أعلم العالمين سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخط وعنه صلى الله عليه وسلم قال إيه برضو ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعني نعتبر يا مولانا أن الابتلاء الابتلاء هب من عند الله ليختبر عبده طبعا لأن الرضا يعني بيفرغ القلب لله والسخط على أقدار ربنا بيفرغ القلب من ربنا رضاك عن الله أكبر ثمرة لرضا ربك عنك سبحانه وتعالى عشان كده قال بعض الحكماء ثلاثة يستدل على تقوى الرجل بهند حسن التوكل فيما لم ينال وحسن الرضا فيما قد نال وحسن الصبر فيما قد فاته وعشان الإنسان يبقى راضي لازما يعرف أن فيه ثلاث أنواع للرضا شرا تراه فتحسبه شرا وهو في حقيقة الأمر خير ولم يكشف لك حكمته إلى أن تموت ده نوع النوع الثاني شرا تراه فتحسبه شرا وهو برضو خير لأن كل أمر المؤمن خير في اليسر والعصر خير وبعد فترة ربنا يكشف لك الشر اللي أنت نفكره شر ده وتقول الحمد لله اللي ربنا كتب للموضوع ده هستنى كده عند الحمد لله تمام اللهم لك الحمد يا رب حمدا كثيرا طيبا وهرجع لك تاني يا مولانا أستاذ حسين عامل إيه منورنا وانت صديق عزيز علينا على البرنامج طبعا شرفتنا قبل كده وأبكتنا إيه رأيك في موضوع الرضا الرضا تشيء جميل يعني عارف اللي هو الرضا أنا 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 بحس كده بالرضا أنه سكينة يعني أنت لما تقعد مع نفسك كده وتبقى راضي بما كتب الله لك وتبقى راضي بحالك طبعا أنا بقول راضي بحالك اللي هو ما قسمه الله لك يعني آه يبقى عندك تموره ويبقى عندك أمل وتبقى عايز تبقى أحسن بس في إطار الرضا بالوضع الحالي في إطار إن ربنا قاسم لك كده تمام وعليك أن تكتهد لتكون أحسن تمام إنت عندك إيه النهاردة هتسمعهن أولا برحب بحضرتك أولا برحب بحضرتك أولا برحب بحضرتك والحمد لله على السلام الله يخليك يا رب حضر قصيدة بعنوان عشمال اللي طلت حد تفضل سمعه مجبور يا قلب الرضا بالغربة تتعكر ولا حتى نقطة ندى من بعد نيل سكر هصبر وأقول هقدر أخلف ودى العادي فارجع لحضني ونوح مجروح ومتخضر يوحشني حضني الريف والقعدة جنب أمي وبدحك دون تكاليف وبلم مازال غمي أكبر لقول عمي والخال مقام الأب شحته بأزأزلب والحب كان همي دلوقت عايش وحيد والنومة أرضية ودموع نسخة عيد مقصور بلا دية فتحك ونادية واصبر وأقول معلش بكرة يحل المش وارجع بلادية يا هلالله ليه ليمين يا هلالله ليه ليمين على قلب شبه الحي على طول ما شلكوا يمين وشملكوا عكس الضي أنا كنت لكم خي كنتوا لشبه الناس الراس بدون إحساس والساس يا دوبك حي أصبر أصبر وصبري طول أيوب زماني كنت نهشاني عرضه طول غربة في بحورها غرق بقنعني يمكن موت وأنا فيها بتحاسب آخر نتاج راسب من كتر وجع تحك عشمان عشمان في حضن الولى وطراب أدم أمي والبال سيبني هنا وحدي مطمني أنا كنت يوم مني أصبحت من الأوجاع أنا قلب عمره مباع ودعك وقالمني مكسور في حضن الحاف مكسور في حضن الحاف عمره مدفاني وعشا يعيش الحاف واللمة عيفاني أنا كنت بات فاني في الصبر على المكتوب كنت في نظرهم توب بيدوب وهلفاني يهلل جروح كفو يهلل جروح كفو مبقاش في قلبي مكان يكفى الزمن كفو شقاني بالمجان أنا كنت زي الجان بتقوى بين عزوتي أصبحت من غربتي يكفيني كلمة كام الله يعني انت ارتضيت من اللي انت بي الحمد لله اللهم لك الحمد نرجع لك تاني يا مولانا فضل أنا مرت كده بأزمة صحية صعبة شوية فالأزمة دي دخلتني في اختبارات كتير وقعدت مع نفسي كتير قوي وتأملت في الحياة بصراحة فيعني موضوع الرضا ده خلاني أعد مع نفسي كده وأقول أسباب ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني أنا كان عندي كورونا يعني ووصلت لمرحلة إن أنا دخلت الرعاية مرتين وكنت بموت الحقيقة فده بطلق ربنا فسبحان من أحياني وسبحان من أماتني فبمناسبة الرضا بقى ومنسبة الابتلاء الرضا على الابتلاء والمرض والفقر ماشي أنا طبعا يعني حاجة مسلمة إن ابتلاء للفقر والمرض والfry moistur اه هذا م Intimidad اختبار منه وأكيد يعني اللي ربه بي يبتلي ده عايز ربنا سبحانه وتعالى عايز لعبده إنه يعني الله أعلم عايز لعبده إنه إنه يكون أحسن في حاجة هو شايفها أكتر من البشر تمام طب كلمنا بقى في موضوع الابتلاء والفقر والمرض وصبر العبد على هؤلاء نقول ببساطة يعني سبحان الله يعني الرضا بالقضاء والقدر عبادة يعني الإنسان في وسط ما هو مريض ده متعبد لربنا سبحان الله كل أزمة أنت بتمر بيها ده عبادة ده انتظار الفرج عبادة من ربنا سبحانه وتعالى عشان كده الإنسان يعني آه ممكن يتألم لموضوع الابتلاء ده ويحزن بس سبحان الله لا ويتألم في المرض يا مولانا يعني يتألم ألم كبير يعني الحقيقة فما ألذ بقى الألم ده يعني اللي بيذيق صاحبه طعم العبودية لله سبحانه وتعالى يعني أفهم من كده مولانا أن الألم الذي يتألمه المريض الذي ابتلاه ربه بمرض ما ده يعتبر عند الله عبادة عبادة هذا الألم يعني عايز أقولك يشفى عند صاحب هذا المرض طبعا يعني ده سبحان الله يعني عند المولى عز وجل ده أكيد أكيد يعني إن أمر المؤمن كله خير إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته دراء صبر فكان خيرا له يبقى الإنسان لازم يكون على يقين إن قضاء ربنا سبحانه وتعالى كله خير سبحانه وتعالى ونعم بلله فيرضى بما قسمه الله له تمام الصبر بقى الصبر هو إحنا عندنا مثل كده بيقولك الصبر مفتاح الفرق فالصبر من مفاتيح السعادة ده إحنا نخلي له حلقة خاصة ولكن الصبر على الابتلاء علاقة الصبر بالرضى أكيد في بينهم علاقة عكسية أو علاقة بص يا سيد الفضل الصبر هو ثبات الحال رغم تغير الأحوال يعني دلوقتي اللسان والقلب والجوارح كلها بتتألم بس ما بتقولش حاجة أو تفعل حاجة فيها اعتراض على ربنا سبحانه وتعالى ده معنى الصبر أما الرضى فهو صبر وزيادة الإنسان بيبقى في عز أزمته وفي عز مرضه بس مرتاح لقضاء ربنا يعني مستبشر خير وعارف إن الأزمة اللي هو فيها دي هي خير من عند ربنا سبحانه وتعالى هذا هو الفارق بين الصبر والرضى نرجع تاني الشائفنا الجميل تم نورنا حسام الله نور دور حضرتك حقيقي يعني دينا بقى قصيدة ثانية كده تفرج قلوبنا قول ألبوم صور ألبوم صور وقدين تفتش على اللي بينهم ضاع أصحاب أه؟ صورة في اللفة بس مات بخفة من صاحبة تتر وداع أصرار تزاع علشانكو حصرية من ناس كتيرة مالية ألبومي كان قبل صاحب وحدة حذفة من أمي بتحلل حياة في يومي وفي صورة سربة جمع أحبابي صحبة وبتفرق ما أقدرنا الصورة فيها الخال والعم وعيالهم ووشوش قدلهم مدة وحشنا وفرقني في الصورة كان عالق دين قارس انشف وكون عكاز يشند وجع راسك والدي اللي كان الشقة وياه بيتبارس غلب وفي آخر نفس رغم إنه متماسك الصورة مش فوتوشوب الكل كان مبسوط رغم إنه كان القوت رغفين وجبنا قريش على كتفة بويا بنام لحظات ما هيش هتعود كان قلبي حاسس يومها بإنه مش هيعيش وفرقني في الصورة فنقلب الألبوم تصادفنا إنسانة صورت أمي جمعانة حواليها ليلة العيد ونشرتي يومها إني ملبسش جزمت فلان أنا كله يبقى جديد بتراضي كل الجمع وأنا آخر العنقود لو صبها يوم الدمع بتخبي بتشارك الأحزان تهتم بالتفاصيل وتشارك الأحزان الفرحة بالمجان يشهد لها قلبي شارك الضلام ضربي وكأنها في رحلة ترنيمة بتحفز كل اللي مات فيها دايماً تحسسني إن الحياة سهلة لو فيها إيه صبرة إيديها في إيديها ممتن ليكم قوي سمعت تخريفي رغمني في خريفي ملقيت ونيس لي يوميها كان الجمع بيسد بس الضرب وأنا واحدة وسط الحرب والإسم حوالي إن شاء الله عندي سؤال مش عارف ده سقليدي ولا لأ يا حسام الواحي بيجي لك إزاي بتقعد كده مع نفسك القصيدة بيجي لك إزاي هل في مناخ معين لازم تقعد فيه في أجواء معينة بتقعد فيها الهدوء الهدوء أول ركائز بستند ليها طيب هل بتيجي في دماغك كده مثلاً فكرة فالفكرة أنت بتترجمها لقصيدة شارعية ممكن فكرة تيجي في بال ممكن مشهد مسلسلة ممكن مشهد حي بتشوفه في الشارع ممكن حدث حصل في البيت ممكن حدث حصل في الأسرة ككل كعيلة يعني مختطفات طيب هتسمعنا أي تاني هنقول الساعة 12 مص الليل ها طب بتصخر جميعاً تأخر بقى ورفا بشباك فازة وصورة وحياة جوايا الناس ماتوا تفاصيل بالأوجع مكسورة العين بتغرب وتسلم ووريد مورم الكولوكوز نبضات القلب بتتباطئ ومبادئ يأسف بوحة فوز مورجوز متعايش بالتخريف وحاولت النبء نضيف هده الباقي من الإنسان فيا وسابوني سبيل كاره وده وممر الداخل بالحقنة دكتور بيقول فيني الحالة واقفين الباقي من الأصحاب وانا لسه في طوب الرحالة هم في ملكوت وانا لساني بينهم وما بينهم مش حاضر أخرص وبحرك في الثاني واخد من صمتي يا ضوب ساتر الساعة تعد اتنين الصبح كل مروح وسايدني من دك الحزن بقيت بدحك لكفوف الأوجاع تغلبني بتساير ويا الأباجورة وبقيت ولوحدة اتنين صحاب أتحك لها مرة فتتحك لي أبكلها فنملة دنيا اعتاب الباب خبط فبرد بمين أنا أراضي ساعدتك من التمريد جبت البنادول أيوة في جيبي ما تخافش الحقنة هتبقى وريد فبرد بدحك غريبة الوصف وبدمعة بتخرج دون أسباب ألقين صعبت عليه فيقول الحزن غويت للذات سلاب من قالك أصلا إني حزين من غير ما تقول بص في عينك ما أقول مفضوح للدرجات ما أعزول أستاذ الله يعينك وبصوت مخنوق ممكن إيدك الحقنة معادها خلاص دلوقت درهم وبضحكة وسابني وحيد ما تحاكم ويا الزاد بالنق جوايا صحاب أسرة وعيلة وبليلة الصبح وفول بالزيت مدرسة وحساب عرب وليلة وتلاتة جنيه مصروف في الإيد جوايا بعيد ما تقرب ليش قربتي فزاد البعد ميال عيل غلبان حب منه عيش دفع البقشيش فطفضة تتقال الساعة 12 نص الليل الله عايز أقول لك كنت بتقول الموضوع الحقنة دي ألمتني أول عشان أنا يعني اتهدت حقنة حقيقة فاتألمت أول موضوع الحقنة والبنادور نرجع لك تاني يا مولانا عايزين في أقل من دقيقتين كده تمام قولي تنصح الناس بإيه في موضوع الرضا وإزاي العبد حتى لو في شوية تمرد يعني معلش يعني إحنا بشر حتى لو في تمرد على قضاء الله يعني اللي هو إيه يا رب ليه كده يا رب مش عارف إيه اللي هو عتاب بين العبد وربه أنت تنصح الناس بإيه في الموضوع دا؟ أنصح الناس يعني أقول لهم العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحها إلا الحمد والاستغفار يعني حياتنا كلها بين حكتين نعمة تستحق مني إن أنا أحمد ربنا وتقصير في حق ربنا يستحق إيه الحمد عليه والاستغفار لربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى آه فيعني بكده يعني عشان يعني قمة أصلا ذروة عطاء ربنا مش الإنسان يبقى سعيد أو يمتلك يعني حاجات كتير لا ذروة سعادة يعني الإنسان في إنه يرضى عشان كده ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى ما قالوش إيه فتسعد فتسعد ونغد مثل على سيدنا يوسف يبقى دي معناها أن الرضا مرتبط بالسعادة الرضا طبعا مرتبط ده من أكبر أسباب السعادة يعني ربنا سبحانه وتعالى فترضى وشرط كبير من شروط الإيمان وأكبر دليل على الإيمان بالله وبالرسول تكدت هتقول لي قصة سيدنا يوسف آه قصة سيدنا يوسف سورة أصلا سيدنا يوسف نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحزن في عام شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا في شهر رجب وحادثة الإسراء والمعراج سبحان الله يعني تبين لنا يعني الإنسان مهما عاش أزمات عليه أن يثق بالله وبتدبر الله ويصبر وما ييأس أبدا ليه؟ لأن هدف سورة يوسف جت في آخر سطر منها عايز أشكرك يا مولانا كتير جدا اللي هو إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم مشكرك شكر جزير أنا بشكر حضرتك أستاذ محمد عبد الرقوف باحث في الدراسات الإسلامية خريج جامعة الأزهر أستاذ حسان محمود شعيدنا الجميل شرفتوني شرفتوني النهاردة جدا يا جماعة وبشكر أعزائنا المشاهدين وعايز أقول كلمة أخيرة ارتضوا بما قسمه الله لكم فإن الرضا هو مفتاح أو أهم مفتاح من مفاتيح السعاد نشوفكم يوم الثلاثة الجاي ساعة 2 إن شاء الله مش 2 ونص إن شاء الله ساعة 2 مع مفتاح جديد مع ضيوف جودات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة